بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله راح نأخذ طرق أخرى لتشغيل الجيكوري من غير الطريقة اللي خذناها في الدرس الأول تعالوا نجي إلى الدوكيومت لماذا نتعلم هذه الطرق؟ لأن راح نوضح الطرق هذه وفي الدرس القادم راح نتعلم لماذا نستخدم هذه الطرق والأغلبية يستخدمها لمثلاً إذا استخدمت مكتبة أخرى مثل موتفولز أو مكاتب أخرى مع الجيكوري ممكن يحصل تضارب ما بينهم يعني الوظائف يصير فيها تضارب فلذلك وجدت هذه الخصائص أو هذه الطرق الأخرى لكن اللي راح نشرحها اليوم ما لا شغل في معالجة هذا التضارب راح نعالج التضارب في المحاضرة القادمة تعالوا نعرف الطرق اللي موجودة احنا عرفنا أول طريقة أننا نقولها بهذا الشكل من ثم تقولها بـ document dot وتحدد تقولها ready ومن ثم تبدأ تقولها بـ function وتبدأ العمل على الجيكوري ومن هنا تبدأ عاد الجيكوري code هذه واحدة من الطرق وهي الأساسية يعني والافتراضية إذا كنت بتستخدم فقط الجيكوري هناك طريقة أسغع من الأمر التالي تقولها dollar sign عفوا dollar sign يعني جيكوري function تبدأ بهذا الشكل بشكل سريع أنت الآن انشأت جيكوري على طول انشأت جيكوري مثلا خلونا نقول مثلا خلونا نضع أي شيء هنا راح نقول def def مثلا I love jquery مثلا وراح نقول مثلا لما يوصل للـ def dot مثلا CSS راح نقول خل الـ color أفهم خل الـ color فاصلة red refresh راح نلاحظ refresh أول ما اشتغلت عطان نياب اللون الأحمر جميل إذن هذه طريقة ثانية أقدر أستخدم هذه الطريقة وأقدر أستخدم الطريقة الأولى ما في مشكلة بين هذه الطريقة والطريقة الأولى هناك أيضا طريقة أخرى يستخدمونها بعض الأخوان خلونا نجيب هذا كوبي ما بيمسحها طيب راح نقول بهذا الشكل يقول لك jquery طبعا الجي الأولى صغيرة بعدين يقول لك مثلا function$ علامة jquery المميزة من ثم بهذا الشكل ومن ثم يقول لك نضع لك عملنا لكوبي بهذا الشكل خلونا نغيرها إلى blue مثلا تعالوا نعمل refresh refresh بهذا الشكل راح تلاحظ باللون الأزرق هذه طريقة ثانية أيضا للتضمين إذن عندي هذه الطريقة وعندي الطريقة اللي احنا عملناها في البداية اللي هي بهذا الشكل function وتبدأ على طول في إنشاء المكتبة الكود هنا طبعا طيب وعندك الطريقة الأولى اللي احنا عرفناها هالي يتحدد document من ثم تقول لready من ثم تحدد function طيب بهذا الشكل mmm ممكن تحدد أي طريقة تعجبك ممكن استخدم الأولى أيضا هنا الكود طيب أنا أفضل الطريقة التالية أو الطريقة التالية طيب هذه الطريقة لا أستخدمها لانه تعمل أشغلة مثل الاليس غلوب للدولار ساين خلونا من هذا الأمر الآن طيب إذن لا تستخدم هذه الطريقة استخدم الأولى أو هذه إذا شفتني وضعت بهذا الشكل هذه معناتها نقع استخدم جيكوري وإذا شفتني استخدم هذه أيضا ممكن هذه أو هذه أيضا معناتها استخدم جيكوري الأولى والثانية مميزين بإمكانك تستخدمهم وإلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته